لعيب مصري عند 16 سنة يا أحمد بلعب في ألمانيا ده ياخدنا للجزئية اللي تكلمنا ودائما بنتكلم فيها أنا وإنت بصراحة أو الحقيقة كمان لفت نظرنا النهاردة لامين كمارا لعب منتخب السنغال صاحب العشرين سنة احنا فين من الملف ده وفين من عملية تجديد الدماء بالنسبة لمنتخب عملية النظر للمستقبل بشكل كبير ليه لغاية دلوقتي بنبص تحت رجلنا بس وبنبص للبطولة ديت ومنبصش ليه 10 سنين لقدامي طبعا يا كابتن احنا كمنظومة خططية للاتحاد المصر للكرة القدم لو جدت بص كده ايه اللي بدأ تكوينه في الثمانينات أو التسعينات أو السبعينيات يعني اللي كانوا بيمسكوا الكورة ساعتها كانوا بيخططوا للمنتخب الأول ولما دخلت فكرة المنتخب الأولمبيني بقى فيه عمر سني ليه بشكل واضح بقى فيه منتخب أولمبي وبقى فيه منتخب شباب بيشارك في كقوس العالم للشباب وفيه منتخب ناشئين وفيه ناس بتدير ربط الدوري أو لو فيه ناس بتدير الدوري الكلام ده موجود لسه في 2023 ادي أو 2024 دلوقتي الكلام ده موجود في 2024 بنفس الشكل واحد بيبقى بتاع الاتحادة بتاع المسابقة لما عملوا ربطة في 2023 اقتداءا أو 22 باقتداءا بكل الدوري كنا كل الناس في العائلة مقصد كان ده أجدت حاجة احنا اسمعنا ولكن احنا ما عندناش سكوتنج حقيقي للعائبة دي والعائبة دي وإحنا مش بنتكلم في نمازج بعيدة هنتكلم أن فيه آلية لمراقبة اللعائبة دي دلوقتي في الأجهزة الفنية لمنتخبات الجزائر تونس المغرب مثلا أنتج إيه؟ أنتج منتخب جزائري خد 2019 بوضوح كل لعيب من دول طب أنتج إيه تاني؟ أنتج بعدها بتلات سنين رابع عالم في المغرب رابع عالم بالنسبة للمغرب كام لعيب من دول اتأسس في مدارس في أكاديمية محمد الخامس وما إلى ذلك النص بالنص تقريبا لما انت احتاجت تلات أربع لعيبة مصابين قبل البطولة واحتاجت على طول واحد جاي من بلجيكا أول استدعى والتاني جاي مش عارف إيه تاني استدعى الصبيري كان مستدعى قبلها تلات أربع متشاب بس فيه تيم كامل سكاوتنج مع واليد الريكراكي بتاع ده حد وظيفته ده فقط لغير احنا ما عندناش ده لحد دلوقتي احنا كل ده رهن عشوائي عشوائي قرارات فردية بتاعت مدرب هنا أو مدرب هناك شايف انه آه تمام ده تصدق ان فيه لعيب مصر اسمه مصطفى أشرف اتصعد فيرست تيم بروسيا منشنج لبخ ده معلومة الناس يعني لو سألت أي حد في الشارع عن مصطفى أشرف هتحصل مشكلة نفس يعني من كل عشرة في واحد هيعرف اين عرف الواحد ده نفس الشيء ده حصل من سنتين تلاتة مع لعيب كبير دلوقتي اسمه عمر مرموش كنا بنجي نتكلم عنه هنا في البرنامج ونحس بنحس ان احنا بنجيب لعيب ما حدش عارف عنه أي حاجة خالف كل الناس عارفة ان عمر مرموش ده اللعيب اللي كابتن فلان الفلاني مرضيش يضمه للمنتخب الفلاني لان هو شايف ان اللعيب اللي في مركزه أحسن حاليا من أحسن الأجنحة في العالم الوعيدة في العالم عمر مرموش عمر مرموش لما كان بياخد استدعاءات في 16 و 17 مع منتخبات الناشئين كان بيتقال هو لو حسن من غيره والله هناخده لا احنا عايزين سكاوتينج يدخل اللعبة دي يعني بقى هدفك الوحيد مثلا انك تحجز في لعيبة بتتحجز ال 16 سنة وهيب موسى بكرايد ده مثلا من غير ما اشوفه ان عايز احجزه من غير ما اقولك مستوى ايه بعدين حضرتك بعد ما تلعبه ماتش دول يدخل معسكر يحتك قايم زي ما تحب ولكن بعدين فترة التطور خلي بالك اللعيب 16 سنة عنده مساحة من التطور بشكل كبير جدا يعني ممكن 16 انا محكمش على انه لعيب واحش دلوقتي بالضبط لان التطور بتاعه يعني مرموش من 4 سنين مش هو دلوقتي بالضبط عملية التطور ده بتزيد وبالتالي لازم متابعة ولازم الولد ده يكون تحت عنينه واتعرف حاجات يا كابتن عن الكاراكتر يعني الشخصية بالضبط مختلفة انا بس مش عايز 40 استدعى ومش عايز اقول لكل المدربين بتوع وبصراحة عشان اكون بس منصف كابتن واقل رياض شغال شغل كويس في الموضوع ده بالضبط يعني بدون اي مشكلة ولما حصلت البطولة بتاعت شمال افريقيا وحصل ان كان فيه كذا العيب من دول وفي الاخر طلعت النتيجة مش مرضية تحمل المسئولية وتحمل ده وانا بشوف ان ده نموذج كويس ولكن احنا مش محتاجين ان الكابتن واقل يبص لده يعني احنا محتاجين سيستم يفرز للكابتن واقل سيما بتكلمك هو مش هيبقى مجهود فردي ان الممدير فني عنده شغف للموضوع فبيشتغل عليه وبعد كده الامور بتنام تاني احنا عايزين دي يكون دي منظومة واحنا بنتكلم في حاجة يا جماعة الناس سبقتنا فيها المغرب سبقانا بشكل كبير جدا جدا في هذا الملف تونس الجزائر بتتكلم على تلت دول الحقيقة اشتغلوا على هذا الملف مش هقول لك يشتغلوا مبارح لا ده اشتغلوا من سنين وكانوا شغالين بشكل بشكل جيد جدا واحنا دلوقتي بنشوف الناتج فريق السنغال او منتخب السنغال او منتخبات السنغال على مستوى الاعمار السنية حدس ولا حرج تتكلم على منتخبات كلها من منتخبات ناشئين وشباب وولومبي ومنتخب اول كلها في الطوب ليفل وكلهم لعيمة مميزة جدا وابطالق قرر في كل الاعمار الامين يا كابتن هاني الامين كمارة اللي حضرتك بتتكلم عنه ده الامين ده من هو عنده 17 سنة بيتقال ان فيه سنغالها بانجولو كانتي وبيلعب بوكس تو بوكس وبتاع مع المشوار وراح بينز بقى اتاكينج من دفلدر يعني بقى ليه دور هجومي مع انه هو طالع لعيب خط نص خمسة خمسة صرف اللي هو بيجري من المنطقة للمنطقة النهاردة بيجيب جنين وهو هدف كاس الأمور الأفريقية في اول جولة عشرين سنة لعيب عشرين سنة ماشي في التراك اللي ماشي في ساديو ماني بالزبط في سيستم ما ماشي هو ده اللي بقول لحرارتك عليه لكن انت هل مثلا هل يعني زمان كنت اتفاهم ده انه كان فيه يعني ايام حضراتك كان فيه كابتن مشكلة ان اللعيب يطلع يحترف ويكمل حرارتك كنت اقول حد بابهر المسأ يعني بعد الكابتن مجد عبدالغاني وبعد كام ناموز اكتران حرارتك النقطة دي كانت مميزة عند حرارتك لما كانت منتخبات اللي هي مثلا جيل 92 أولمبي 93 أولمبي 94 أولمبي عادي كنت ساعتها تقول تعال انجرب الاهلي والزمالك ليه؟ لان اللعيب اللي كانت بعمل 18 19-20 سنة 100% راح طلع يتدرب مع الفريق الاول 100% تدرب تمرينتين ثلاثة اتعرف عنه حاجة يلعب في الشمس بيحتك بمستوى تاني خالص بيعرف يعني ايه كابتنة ولكن انت دلوقتي ما احترام الشديد مش كل اللعيب بيلعب أهلي وزمالك بس لمجرد اللعب أهلي وزمالك مجهز انه هو يمثل دولي غير بقى احنا بنقول تاني انت انت حاصر اختياراتك في كل الفئات السنية عند الدور المحلي وبعد كله النتائج مش سيئة النتائج في أسوأ وقاتها ما دون المنتخب الأول خلافا من المنتخب الأول النتائج أنا متفق معك تماما وزي ما بقول ده محتاج يعني احنا بنتكلم الواحد الساعة الحقيقة بيصب عليه حال القرى المصرية يعني احنا دايما بنتكلم كده مع صحابنا وبنتكلم يعني برا ان انا كنت لعيب سابق في المنتخب او لعيب في النادي الاهلي يا بنتكلم عادي فالواحد بيبقى فعلا صعبان عليه ان يشوف منتخبات زي المنتخبات اللي احنا زمان فعلا كنا متفوقين عليها بشكل كبير جدا دلوقتي سابقانا وعملين بلاننج على اعلى مستوى الناس بتوصل لنص انهائي او المربع الزابي في كاس العالم الناس بتاخد بطولات أفريكا على مستوى الشباب ان يتحرك عندها ويمكن احنا كمان بنرجع لورا شوي قبل ما ننتقل بس حاجة عن الامين برضو حاجة عن الامين كامارا الامين كامارا واكاديمية جنراسيون فوت حتى تكلمنا عنها برضو في برنامج في الحلقة سابقة جنراسيون فوت دلوقتي بقى مدعوم من الحكومة السنغالية النادي ده النادي ده بأكاديميته مدعوم من الحكومة السنغالية لانهو عنده توقمة مع حوالي من عشر الخمسة النادي انا بش متذكر الرقم في اوروبا احنا بنشوف متذ ده دلوقتي بقى ايه الباكيارد البوابة الخلفية فلي بالك متذ ما بيخدهمش عشان يلعبوا في متذ يعني لا هو على طول بيروجه وبيسوى ساديو ماني كده لعبة كتير مئات اللاعبين السنغاليين اللي مفرزين من الاف اللاعبة اللي ما بتنجحش انها تطلع من جنراسيون فوت جنراسيون فوت نفسه مش نادي شديد يعني شديد كبر مش اعظم نادي في السنغال بس هو بالمنتلتي مثلا احنا هنا مثلا بنقول ايه نادي المقاولين مثلا في بعض الاوقات او نادي امت في بعض الاوقات كان بيتعامل مع اللاعبة بنفس الطريقة على سكيل صغير ولكن جنراسيون فوت دلوقتي النادي نفسه استفاد بياخد فلوس من كل ديل زي دوت وبيفضل معادي ديل ده ساديو ماني رحل مصر السعودي بييجي الجنراسيون فوت برضو فلوس بالقيمة الصفقة فدلوقتي بيلعب سنة او سنة لقى في الكنفدرالية سنة او سنة لقى في دولة فالناودي مستفيدة في يعني لازم المسئولية عن كرة القدم في مصر يقعد يحطه بلان للاندية تمام لو انت كاهلي وزمالك مثلا ما عندكش الاولوية دي انك تستسمر بالشكل ده تمام لان انت نادي بطولات وبتلعب على البطولات دايما فاته محتاج ان انت تبذر البذرة دي فاندية تانية هيكون التربح المادي من اللاعبة زي محمد صلاح ما بيفيد المقولين لحد دلوقتي لكن هو محتاج ان فيه فعلا تيم يقعد يرائب اللاعبة دي اختصار الكلام الحقيقة عملية التخطيط والواحد يمكن زي من كلمة المشروع والبروجيكت ولازم يكون عندنا بلاينينج ولازم يكون عندنا خطة للمستقبل نتكلم على ألف عشر سنين نشتغل عشر سنين وممكن جدا خلال العشر سنين دي هتمر مطبات خلينا نتكلم احنا بناخدش كل شوية كاس أفريقيا من 14 سنة 2010 وبالتالي ليه لا ان احنا نشتغل نشتغل شغلانا باحترافية شوية ويكون تي تركيز على الكرة بشكل أفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر